أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اعتزام الحكومة البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للعمل على ضبط الأسواق وأكد مدبولي أن هناك توجيها بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسؤولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص ووجه رئيس الوزراء بدراسة الزيادة الاحتياطية الاستراتيجية من السلع الأساسية بنحو 20%